أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتامى أموالا ولا تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالك إلى أموالك إنه كان حبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أثناء أثناء وثلاث ورباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة لهما ملكة إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء أثناء صدقاته إن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واتسقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا يتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالبعرف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأجيدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبون مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كفوا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة ولو القربا واليتاما والمساكين فانزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم فرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى غرمن إنما يأكلون في مطونهم نارا وسيصغرون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حرن فيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد إنهما السدس مما ترك إن كان له ولده فإن لم يكن له ولده وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أغدين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أن يؤروا لكم نفعا فريقة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصر ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولده فإن كان لهن ولده فلهم الربع مما تركوا من بعد وصيتي وصين بها أغدين أغدين ولهم الربع مما تركوا إن لم يكن لكم ولده فإن كان لكم ولده فلهم إن الثمر مما تركوا من بعد وصيتي أغدين وإن كان رجل يورث كلالة أو إحرأة ولم أخلوا فلهم أغدين فلكل واحد منهم والسدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أغدين غير مضاق وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطل الله ورسوله ندخله جنات تجريب تحت ألنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم والتي ياتين الفاعشة من نسائكم فاستجدوا عليهم أربعة من ذلك فإن شهدوا فأمسكهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلاً وَالَّذَا لِيَا تِيَا لِأْمِنْكُمْ فَأَعْلِوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَفْرَحَا فَأَعْلِدُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا اتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ فَأُولَيْكَ يَتُفْلُوا عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ الْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَنُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَيْكَ أَعْتَدِنَا لَهُمْ عَذَابًا نَذِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُنُوهُنَّ لِتَرْهَمُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَيَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِثُمُونَ فَعْسَاءً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَفِيرًا وَإِنَا رَدُّمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَاخُذُونَهُ مُغْدَانًا وَإِثْمًا قُبِيلًا وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ أَخْضَنَ بَعْدُكُمُ إِلَى بَعْدٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُم مِيْثَاقًا وَنِيقًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَابًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَغْتًا وَسَاءَ سَغِيلًا فُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُلَخِ وَبَنَاتُلُفْتِ وَبَنَاتُلَخِ وَبَنَاتُلُفْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَاتِي أَوْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّطَاعَ وهم مهاتكم التي أوضع لكم وخواتكم من الرضاعة وهم مهات نسائكم وربائكم التي في حضوركم وهم مهات نسائكم وربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لفتين إلا ما قد سلفوا إن الله كان غفورا رحيما والمحصلات إلى النساء إلا ما ملكتي ما كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فآتوهن أشورهن فريغة ولا جناح عليكم فيما تواضيتم به من بعد الفريغة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم دعطكم من دعو فانكحوهن بإذن أحدهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا منتخذات أفدان فإذا أرصن فإنتين بفاعشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن فجي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليكم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُنُوا وَأَمْ 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 وَبَيْنَكُمْ بِالْبَاقِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَخُلْ مَنْ فَسَوْفَ رُسُلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِمُوا كَبَائِرَ مَا تُلْهَوْنَ عَنْهُ مُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتٍ وَمُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّهُمَا فَوَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْوَكُمْ عَلَى بَعْوْدٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَرْدِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَ تَيْمَانِكُمْ فَآتُوهُمْ نصيبَهُمْ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فول الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات غالتات حافقات للغيب بما حفق الله والتي تخافون نشوزهن فعفون واحفرون في المطاجع وقربون فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يفيدا إفراحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تحركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبفي القربى واليتامى والمساكين والجار في القربى والجار الفرم والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكتي ما نكون إن الله لا يحرق من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالكفل ويكتبون ما آته الله من فضله وأعتدنا من الكافرين عذابا مخينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لغاموا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يخبب مفقال ذرة وإن تك حسنة يطاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تنسوا بإن الله ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون وإن كنتم أرطاء على سفر نوجا وإن كنتم أرطاء على سفر نساء فلم تجدوا ماءا فتيمبوا صعيدا طيبا فامزحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وغورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الطلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ونيا وكفى بالله نفررا من الذين آدوا يحركون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع خيركم اسمعهم وراء إلى ليهم بأنزنتهم وطعناهم في الدين ولونهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانطرنا لكان خيرا له وأطرم ولكن لعنكم الله بكفرين فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما بعد من قبل أن نقمسه فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يفقرون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والضاوط ويقولون للذين كفروا أولئك أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنوا الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم له النصير من الملك فإذا لا يؤتون الناس لطيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من خضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعت وكفى بجهام نمس عيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف مصريهم نارا كلما نطجت جنوده بدلناه جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار والدين فيها أبدا لهم فيها أسواج مطهرة وندخلهم ظلا غليلا إن الله يا مركب أن تود لما ناتي إلى أهلها وإذا حكمتوا بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعب ما يعبه به إن الله كان سميعا بفيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو لنبر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم لا نجل ذلك خير وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يسعمون أنه آمنوا بما ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد منوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يطلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصنون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله ثم جاءوا كيحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يحلمون رغم ما في قلوبهم فأعلم عنهم وعرفهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول الله ولو أنهم إغلموا وأنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا وحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ونونا كتبنا عليهم أو قتلوا أو أنفسهم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعهون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أدعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقا ذلك الصور من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرة فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن من كل من ليطلئا فإن صابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذنبكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم ودتوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بلا وخلة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستوعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الخالب أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك رصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وأيديكم وأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشية الله أوجد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليب ولا أخرة خير لمن اتقى ولا تغمرون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غروج سيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هافه من عندك قل كل من عند الله فما لها أولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ويب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمننا يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم بيفاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لستموا من أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أن الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان وفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتواء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنوا الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان لنعام فليبتكن آذان لنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل فوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر ننفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء وإلا تي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالكست وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من دع لها نشوزا وعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في لوب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في السماوات وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتب آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا آخره وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خير لو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سوقانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لن بآء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاب نليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم لآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظل ثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم